اشتركوا في القناة باش ما نكونوا اشتقال عليكم وانتووصلوا معكم بواحد طريقة اللي هي طريقة حبية وناخدو عندكم الاراء ونفيدكم كذلك حنا بالاخبار اللي عندنا والمستجدات الحصرية والدقيقة وكذلك كلها المتعلقة حول الحالة الوبائية ومستجدات اللقاح وكل امور اللي كتهم كل المواطنين وكذلك كتهم رأي العام خصوصا بمدينة فاس اذا نسناو ناس علامة يطلعون معي ونسناو موتيغاتور على مي بارتاجينا اللي لايف لابات اوفيسيال باش نتحدثو حنا كنت جولو في شارع مدينة فاس كف ما كنا عرفو يعني الاخبار كلها اللي مسلطنة للأضواء خصوصا في الأولي الأخيرة هي التلقيح وخصوصا اللي كيهم المواطنيين وكيهم كل الشعب المغربي اذا نكمل ما كنا عرفو البارح جوهة ربعة ونصف وصلت السيارة اللي كنت كانت نقل التلقيح إلى مدينة فاس اللي كانت جاي من دالبيضة بالضبط من مركز تتليج بمدينة دالبيضة والبارح كانت توزيع لباقي مختلف المدن والجهات والأقاليم فيما كنا نشوفو فشاحنة اللي كتحمل أو عفواً السيارة اللي كنت كانت تحمل اللي تلقيح فهي دخلات من طريق السيارة على مستوى عن سمن وبواحد السنفار الأمني اللي كان يعني بمختلف مكوينة ديالو كل من طرق المالكي والأمن الوطني وكل السلطات العمومية والمحلية واللي جاء مباشرة من طريق السيارة إلى المركز الجيهاوي اللي عفواً المختبر الجيهاوي للصحة البيئية بالغساني كيما كنا نشوفو هذا الخابر اللي فرح كل ساكينة مدينة فاس حنا كونا فرحانين الحمد لله كذلك كما وصل لقاح مدينة فاس فهو وصل الانكناس لمشفى موليسماعيل كذلك وصل التازى كذلك توصل التاونات كل جهاز والأقل المملكة يعني هذا خابر الصار كل مواطنين أكيد كانوا كينتظروا فاير الصبر لمدة طويلة الحمد لله بدنا كنشوفو النور ورب إن شاء الله يهزع لنا هذوباء ونجعل حياة دينا اليوم يا بيسي الموثلم ونشكروا كل الناس اللي كانوا واقفين منذ بداية الجائحة وكانوا الصفوف الألمامية ولا زالين الصماعين في العمل ديالهم اللي وفقهم وكذلك حنا دائما كم مواطنين نخصنا باش نزيدو نعاونوهم إلا بدعوض الخير ونلتزمو بجميع التدابير الوقائية وواحد المنصاج دائما نخليوه يعني رالكم ما مازال لقصنا بقام نديرو على لأننا باش نحمي وراسنا ونغسلوه الدينة وننإفتو بتجمعات حنا غالدين في واحد طريق صاحي سننكملو فيه والموضوع ديرنا تصبح هو بعد ما وصل اللقاح لمدينة فاس كيف مشتو معنا في الفيديو اللي كون نصباقين في النشرة اللحظة ووصول السيارة اللي كتحمل تلقيح جميع التعاليق ساكنة مدينة فاس فهو مجيد فريحين ومصرورين يعني بعد اللقاح ليوصل المدينة فاس يعني من خلالكم ومخلال هاد البت المباشر اه شنو رأي دي لكم واش غاد يتلقيح ولا لا وعلاش يعني أسباب لي بغينا نعافوها معكم من خلال هذا الولايب نقرأو جميع التعاليق دي لكل الناس اللي متابعيننا عبر هاد البت المباشر اللي هو دايماً بت خفيف ضريف بت اللي كان نقشو منه موضوع اللي عنده أهمية وعنده يعني واحد الوزن كما كان عافوه كيف مشفناه جميع الفيديو فالشاحنة عافوه دايما تنقول الشاحنة حيث بشابه لي مع الشاحنة اللي كان صدار البيضاء في موكس تسليج فالصيارة اللي نقلت اللقاح من مدينة صدار البيضاء الى مدينة فاس فدخلت نباكة مسعودة ونصفحانين نساكنين دي مدينة فاس عنا نلقاح دخل مدينة فاس وغادي ان شاء الله غادي بيهز علينا هاد الوباء ونجعو الحياة دينا اليومية بيسين مواسلام بغينا نشوفوا الرأي ديالكم شنو واش غادي اديو تلقيح ولا لا يعني من خلال تعليق ديالكم ناخدو سيسامات عبر التعاليق دايما كمتا نقولو نقاول التعاليق الإيجابية التعاليق السلبية اللي كتكون خارز الموضوع فكا نحاولو نقزوها باش نبحول وقص ونقاول حاجة اللي غا نستفدو منا كورشي قال لك اروم غادين مزيان سيروها كاكلاي وفقو اخويا الكورشي نابيل اسبانيان نزد مادريد السلام عليكم من صحية ما ننساوش كاديك مصوحة ديديكاس كبير الاخ كاريم الناس ديال ايمو الزال من نازعين السلطان يتاوما دايما متابعين معنا جميع المواضيع على السفحة رسمية اللي يشوفت بيهم خل الموضع دايما اللي كان عالجوها والدائما اللي كان سلطوا عليه الأضواء او كان نقشوها مع كل المواطنين والمواطنات سواء في البت المباشرة او سواء يعني في اخضر استسامات في الشارع اليوم الموضوع ديالنا فاضلايف يعني بعد ما وصلت سيارة ديال اللي قاح دي كورونا الى المخصبة الجيهوي الاستحال بيئية بمدينة فاس ساكنة مدينة فاس فحانين احنا جد مسرورين جميع المدن من طانجة احتل قويرة فهم فحانين بادة الدفعة الوصلة ديال اللي قاح لي قد يستفدو منها كذلك كل القوات العمومية وكل اساسي ده كل الناس يعني الامر عندهم مزمينة انتوما بغينا نشوف رأيدي لكم واش غادي تديروا تلقيح او لا لا هذا هو السؤال طوح من خلال هذا اللي قاح هذا الصبح صباح الخير ايمان اهلا وسهلا ساعد نطف العلاوي صباح النور ايدي دائما من خلال هذا اللي قاح هو اننا نشوفو واش غادي تديروا اللقاح او لا لا احنا كنعفو ساكنة فاس فكلها فرحانة بعد ما تم وصول السيارة اللي قاح تحمل اللقاح اللي طلقات من مدينة ضربية بالضبط من مركز التليج واللي جات المختبر الجهوي للصحة البيئية في مدينة فاس ساكنة مدينة فاس فرحانة احنا كمين فرحانين ربي ان شاء الله يزعلين دوباء ونجعل الحياة ديرنا اليومية كما كنا عليها في السابق السيارة السيارة اذا جميع التعليق نقرأ وصيصة مدينة الناس كما كان عرفو الحمدلله كنا 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 نتنعوا اللقاح كنا كنا نتعذروا الحمدلله وصل وجاء وفي المختبر الجهوي تابع للمدينة الجهوية للصحة كذلك كما تسلمتوا مدينة فاس فتسلمتوا مدينة مكناس كذلك مدينة تارزا مدينة تونات كل الجهة على مستوى جهة فاس مكناس فانتظار تتم انطلاق عملية تلقيح لغادي تعلين عليها السلطات في الايام المقبلة يعني من خلال تعليق ديلكم مشاهدنا من خلال هذا الليف الصباح مباشر من فاس نبغيو نشوفو واش غادي ندير اللقاح ولا ما غادي نشتدوه يعني دائما تسموها سيسمات من خلال تعليق ديلكم أسيا بين سو غادي ندير اللقاح تسوتيني واش غادي ندير اللقاح داروري غادي ندير اللقاح وكوشي أكيد غادي ندير اللقاح لأن كنا كنا كانت ضرور وكنا توحشنا باش نجعو الحياة دينا كيف ما كنا عليها في السابق تحياتي ليك للا أسيا سلمي على ماماك وباباك وجميع العائلة وكنا سليك عفو أسيا سي عبد النور الروسي ان شاء الله او مو ترجع بعض اللقاح شكرا لك أنا مش خوية حيث أنا بدأت كورونا وأنا خدام تجارة ما نشفت شي حاجة الحمد لله الحمد لله السيدي عبد النور الروسي تباك الله عليك عبد النور قال لك حتى هو غادي مستعد باش يدير اللقاح وقال لك ومنين بدأت كورونا وهو خدام الله يعاونك أخويا والله يعينك على العمل ديالك وتلك التوفيق والنجاح لك الأسرة ديالك الكبيرة والصغيرة إذا لازم أنتو أصلي معكم مشاهدينا بخلال هاد الباك المباشر وحنا يا كنا نقول لي ونذكروا على أن اللقاح فهو وصل لمدينة فاس وجاء على سلامته وحنا فرحاني كاملين وكل ساكنة فرحانة وإن شاء الله في انتظار أربي يفعلنا ذوباء ونرجعو لحيات ديالنا اليوم يا بيسي الموسى بشكر لك أسيا ملك المدينة كيف نرى باسيك مالخدمة زهر الوهابي صباح الخير نهاركم بروك شكرا ليلة زهر الوهابي تحياتنا لك وكل أسر الوهابي في المكان وداخل وخارج أرض الوطن مازاني مستمعين معكم في الجهولة الصباحية على شوف ديفين رغض واللي من خلالها كانوا بغيرون نستاقي الأراء ديالكم من خلال التعليق يعني بعد موصل اللقاح البارح حوالي السعر بيعوانيس واللي كان قادم من مدينة دالبيضة اللي مدينة فاس واش غادي ديروا اللقاح جميع التعليق اللقائت هنا كل المواطنين اللي معانا غادي ديروا اللقاح وبان شاء الله غادي هز علينا هاد وابا ونجعل حيات ديالنا اليومية بيسيل مؤسس اذا باش ما نطوش على صحابنا وكل الناس اللي متابعين معانا تمنى ما هاكم يدوز بخير وعلا خير تزوما الأفباق المودون كيتسناوا يعني الحيز ديالهم في الشبكة باش حتى هوا ما يقدموا لكل الساكينة ديالهم على الموضوع كل متعلق باللقاح كان معكم اندريكت على شوف تيفي نورد محمد فليل الزوري انتلقاوا من دبا شوية كيفما العادة باش تابعوا معنا جميع الأخبار وبرتاجات الحصرية والدخيقة على شوف تيفي لايف او شوف تيفي نورد تحياتي لكم وسبحكم باكم سعود اشتركوا في القناة